ثم أما بعد فنخلص بحول الله إلى تبصيرة أخرى من بصائر القرآن العظيم وذلك يتعلق بقضية من أهم أمور الطاعات والعبادات في الإسلام وفي تاريخ الدين كله وهي الرضا بالله جل وعلا ربا وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وخلاصة ذلك كله الرضا فأولئك المؤمنون الذين أراضوا بالله ربا رضيه جل وعلا عنهم فحصل التراضي تجاوبا بين الرب جل وعلا وعباده وضد ذلك ونقيضه الذي ينقضه هو الاستدراك على الله جل وعلا الاستدراك ومن استدرك على الله جل وعلا فقد ساخط حقيقة الربوبية والنبوة والدين كله ومن ساخط ذلك ساخط الله عليه والعياذ بالله وما دار هذا الكلام في كثير من الآي والصور من القرآن العظيم لكن اليوم نركز على أمر أساس رعيا لتتبع بصائر القرآن بالترتيب الذي سرنا عليه وذلك قصة البقرة التي من أجلها سميت صورة البقرة بالبقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون إلى أن قال جل وعلا بالتتابع والترتيب دائما وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إلى آخر الآية هذه القصة هي التي من عجلها سميت الصورة بأكملها باسم البقرة صورة البقرة هي أطول صورة على الإطلاق في كتاب الله جلال تتضمن من العقائد والتشريع ما لا تتضمنه صورة أخرى على الحجم والقوة الذي هو في هذه الصورة إطلاقا أم صور العقائد والأحكام هي البقرة هي الأم هي العقائد والأحكام ولذلك علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمر الصحابة بها من كان حافظا لصورة البقرة جعله أميرا على قومه حينما قال لفتى من بعض القبائل ما معك من القرآن قال معي كذا وكذا وذكر صورة البقرة فقال له عليه الصلاة والسلام أمعك صورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم يعني هو اسم صورة البقرة أمعك سورة البقرة يتأكد منه قال له نعم قال له إذا فأنت أميره لكن الذي معه شيء من القرآن أو كل القرآن ليس من يضبطه استظهاراً وحفظاً باللسان فقط أبداً شيء دول معنا المقصود والدليل على ذلك أمور كثيرة منها ما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغراق حفظ سورة البقرة منه عشر سنين عشر سنين هو يحفظ سورة البقرة سيدنا عمر يعني كان بلد رضي الله عنه وأرضها قطعنا الشباب استغراق يحفظه أو الرجال يحفظها في شهر يلا تفرغ لها لكنه بقي فيها عشر سنين وحينما أكملها ذبح جزوراً دار زرداء وذبح ناقع جزور فالمقصود بالحفظ هاهنا حفظ الحدود والأحكام والحقائق القرآنية يحفظ حقائق القرآن والحدوده وأحكامه فصار فيها وبها فقيهاً فهو فيها فقيه يعطيك الحقائق يلها وهو بها فقيه يعالج أمور الناس بها فهذا عنده ومعه سورة البقرة قال أمعك سورة البقرة بهذا المنطق وبهذا المنطق وكذلك الصحابة كانوا يتعلمون القرآن فكان أحدهم يؤتى الإيمان قبل القرآن ولذلك استغرق القرآن في التنزل ثلاثاً وعشرين سنة كان ممكن القرآن ينزل خطرة واحدة كتاب ينزل الله من السماء أي يعجزه ذلك قطعاً لا ولكن ينزلوه خبسة الآيات عشرات الآيات سبعات الآيات آية وقل ما تنزل الصورة بأكملها اللهم إلا إذا كانت من قصار قصار الصور من المفصل يعني الصور صغيرة جداً من المفصل بحل الإخلاص قلوه الله أحد المعوذتين هذه كانت نزل خطرة واحدة أما صور المفصل المتوسطة والمتوسطة القصار تهي نزلت مفرقة فعلماء أن صورة العلاق نزلت على شقين جوجة طرفة نزل أولاً قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الكرام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا الشيء اللي نزل عدة أشهور بعد ذلك نزل الباطل ونزلت أوائل المزمل طرف الولد المزمل ولم ينزل شطرها الآخر إلا بعد سنة سنة بعد نزل الطرف الأخر فكان القرآن ينزل منجماً أي على أطراف قصيرة لماذا؟ ليس فقط حتى تحدث الحاديثة فينزل ليعالجها يعني حتى تنزل النزلة حتى تنزل أيها باشتعالجها هذا متحققون في آيات التشريع لمن بيصعص مثلاً التشريع في أمور التشريع مشاهم صافر في الصحراء مع صحابته ردوان الله عليهم فباتوا ليلة في بعض الأودية واحد الوادي نزلوا فيه بالجمال ديالهم والخيل ديالهم باش غضيست أنفو السير في ذلك اليوم فقدت عائشة رضي الله عنها عقد الله طح لها واحد الحيلي من الحيلة اللي كدير في العنق ديالها عقد وأمر الصحابة عليه الصلاة والسلام من يبحثوا عنه فلم يجدوا قلبوا في ذلك الموضح في الرملاء في الأمكين قاعد أمكين لي نزلوا فيهم ما كان شاديك العقد فأدركهم الليل أدركهم الليل هذا السبب باش دوم الليل تم بدوك يقلبوا فجاء الصحابة اشتكون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي لهم من الماء إلا قليل كي تشكوا بأنه الماء ما كيش لأنه كنوا معاولين غضيه يعني في ذلك النار يكملوا الطريق باش يوصلوا لمن بعد الماء فإذا شربوا ذلك الماء لم يجدوا ما يتوضأون به ذلك الماء اللي بقي لشربوه ما كيباش يتوضأ وإذا توضأوا به لن يجدوا ما يشربونه فغضب أبو بكرين على عائشة بنته لأنها كانت سبب قالت عائشة وهي راوية الحديث والحديث في صحيح البخاري وفي غيره فدخل علي أبو بكرين بها فجعل يطعنني في خاصرتي بحربة شدوا أحد الحربة وقعد كي يدقها في الخاصر رضي الله في جنب دي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على ركباتها ولا تتحرك كتحس بالألم ما بغتش تتحرك باش ما تفيقش الرسول عليه الصلاة والسلام مادام قد نام يستريه ويقول لها أبو بكرين ما فعلت برسول الله وصحبه يعني كما نقوله احنا بالدريزة دي نحش مت به شنو هادشتيرتي خلتي الناس على عقد قلسين بيتين هنا ما كينما لك ساعة التيموم ما زال ما نزلش فلذلك إذن وقد وقع ما وقع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما مستبشرا بنزول آية التيموم فقرأها على الصحابة وفرحوا بها فرحا عظيما وقال أحدهم لأبي بكرين لا يزال يصيبنا بمعاناتكم آل أبي بكرين فرجون من الله يعني انتم يعني أبو بكر أولاده ابنته في الموقع تلكم مشكلة كي يجيب الله بها بدك المشكلة دي لكم الفرج عن المسلمين مش غل لكم بعدكم فيعني كما وقع في حديثة الإفك حديثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة بما اتهمت بها نزلت حدود وتفاصيل في الدين فرحوا بها المسلمين وحينما وقعت هذه الأزمة لعائشة وأبيها رضي الله عنهما وأرضاهما نزلت آية التيموم وفرحوا بها الصحابة فرح كبير تجعلوا يتيممون من التراب صعيدا طيبا ويتمسعون به ويوصلون حقيقة كان واحد النوع دي القرآن نزل بهذه الشكل ولكن الأغلبية الساحقة دي الصور الآيات ما نزلت شيء على أسباب ليس كل القرآن نزل على أسباب لأن اللي نزل على أسباب إنما هو آيات التشريع وبعض صور العقائد هذا هو اللي نزل على أسباب والقرآن ليس كله تشريع وإنما بعضه القليل بعضه القليل والتشريع أما الغالب فيه إنما هو العقائد والتربية العقائد والتربية والتربية مضمنة في صور القصص كلها م dyهم عن م represents التربية ومناهج التربية فذلك هو الغالب على كتاب الله جل وعلا لأنه كتاب هداية أما التشريع فليس فيه من تفاصيله إلا القليل وإنما فيه مجملات التشريع المبادئ الكبرى والأصول الكبرى لأن تفصيل التشريع في الغالب ما جاء شيء في القرآن جاء في السنة فالسنة هي التي جاءت بالمفصلات والمبينات المبينات لكتاب الله جل وعلا قلت مع ذلك وخهد شيء يعني الصورة أو الآيات ما عندهاش سبب يعني مادي تاريخي باش تنزل عليه من القصص أو العقائد ومع ذلك رب العالمين منزلها شيء في خطرة واحدة صرفها للرسول عليه الصلاة والسلام ببضع آيات بضع آيات بضع آيات ولذلك نتاسى المرة أخرى لماذا وإنما منهج تنزل القرآن هذا السر في القرآن مع الأسف اللي فقدوه المسلمين في هذا الزمن أنه كان ينزل من القرآن ما ينزل فلا ينزل بعده شيء حتى يتحول الذي نزل من قبله إلى أمرين توقع للجوج الأمر نزل خمسة حتى السبع آيات عن العموم ما تجيش آيات صور جديدة حتى يقع إبصار الصحابة لحقيقة تلك الآية تولي عندهم عيشة في الوجدان دينهم من شيء يحفظوها بعد الحفظ وقبل الحفظ تكون لهم بصيرة ونافدة ومجهارا على حقيقة من حقائق النفس أو المجتمع أو الكون من عالم الغيب الآخرة مثلا أو عالم الملأ الأعلى من السماوات وأهلها وسكانها من الملائكة أو عالم الشهادة من الكون والطبيعة وسائر الخليقة فيتحصل لهم إدراك حقيقة من حقائق الوجود بهذه الآية هذا واحد الأمر الثاني أن يتخلقوا بها تولي لهم خلق هذه الآية فما لم يتخلقوا بها عن التمام والكمان لا تنزلوا آية أخرى ولا صورة أخرى فلا يجد عليهم من القرآن جديد حتى تكون الآيات السابقة صارت حركة في أنفسهم وفي مجتمعهم تتولي خلق عندهم ولا الطبيعة صارت الآية ناطقة بألسنتهم متحركة بأيديهم وأرجلهم وصارت علاقات اجتماعية فيما بينهم فبقى تشغل الآية مصطورة فقط في ورق أو حجر لأنهم كانوا يكتبون عن الحجر والشجر قبل ذلك وبعده قلت الآية حركة في المجتمع فرب العزة إذن اختار لهم القرآن تقطيرا حتى ينبت به زرع الخلق الاجتماعي في المسلمين كيرمي لهم الماء ديال القرآن الروح ديال القرآن والقرآن روح وكذلك أوحينا إليك روحا من مرينة قرآن روح رب العالمين لما يكرم المؤمنين ويكرم الناس أجمعين بالصابة لمزيانة يعطيهم اشتاف رسلان فتهيئ الأرض ويحرطوا ويبذروا ويعطيهم اشتتان فيهيئ ذلك الزرع لينتفيخه وليتمكن جذره من الأرض ثم يعطيهم مطر آخر لمرحلة تالتة ثم رابع حتى يكتمل نجه فإذا المطار كينزل بوحد الترتيب ينفع الزرع وينميه كيربيه فكذلك القرآن كان ينزل كان بندمه والزرع كيحرط في قلبه الإيمان أول محرط في قلبه التوحيد الإيمان أسقاه سقي اللولة ثم تهيأ لشيء ثم أسقاه سقي تانية وثالثة ورابعة وهكذا حتى الشب ونمى ونضوجة من لكم الشغل قال لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة هكذا بغتكم تكونوا بقواهكذا خاطب بها المؤمنين والرسول خطبه محدفرة قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توانا وهذه الصورة حينما نزلت بكاء أبو بكر الصديق لأنه فهمنا بأنه رب العالمين يقول له انت كملت شغلك هدو كملوا الزرع طاب انت إذن انتهت وظيفتك ومن انتهت وظيفته سريحا سريحا وتسريح محمد ما غدش يبقى بطالي الأرض وإنما يأخذه الرب جل وعلا إلى الملأ الأعلى فيقبض روحاه ولذلك أبو بكر فهمها بأن هذه إذا جاء نصر الله راه نعي كي يقول له رك غد يتموت ما بقاش بزيزي رك كملت شغلك ولذلك والنبي عصر صلى الله عليه وسلم طبعا قبلها فاهمها فقال في حجة الودع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام وكذلك كان مع الشاي عليه الصلاة والسلام من الحجة من بعدها حتى توفي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فهذا هو القرآن مطار خير وغيث أنبت جيلا الزرع دي القرآن جيل جيل نبت جيل ونضج هذا الجيل وهذا الجيل حينما نضج هو الذي أسس حضارة الإسلام وقوار كائزها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في حروب الردة في حروب الردة شد البلاد مزيان ثم بعد ذلك في عمارة العمران البشري الإسلامي لأن العمران مشيهما الحيوط والجدران وإنما العمران هو بناء الإنسان العمران في الإسلام هو بناء الإنسان فجعل الصحابة فعلا يبنون الناس والأمم التي إسلامت يفتحون الأمصار والبلاد ويبنون العباد حتى كان ما كان من تاريخ الأمة الإسلامية فهذا القرآن إذن لما كان يتنزل منجما إنما القصد منه أن يتخلق المؤمن بما نزل من آياته فما لم يتخلق وما لم يتحقق فلا يؤتى قرآنا جديدا يتخلق بالآية ويتحقق يتحقق منها ويتأكد بأنه هذه الآية صرت هو هو كما في حديث عائشة حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت لهم كان خلقه القرآن في صحابة جول مؤمنة عائشة رضي الله عنها وارضا قالوا لها كيف كانت الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كان خلقه القرآن قرآن والأخلاق دياله تحول القرآن في شخصه عليه الصلاة والسلام إلى أقوال وأفعال ومعاملات تشخصها القرآن ولا شخص تشخص في هيئات محمد عليه الصلاة والسلام وصار حركة في الأرض وكذلك صار بنسب المتفاوتة عند الصحابة والتابعين ومتابعهم بإحسان كل واحد ودرجت التخلق دير بالقرآن وأقرب الناس إلى الله أكثرهم تخلقا بهذا القرآن العظيم من هنا إذن كان تنزل ديال القرآن منجما بالآيات فلذلك إذن سورة البقرة سيدنا عمر قلس فيها عشر سنين لأنها خدمة خدمة ما شيح فاض باللسان وإنما هي عمل بالجنان أي بالقلب وباللسان وعلاقات حقيقة يعني إما تبدأ تسرح في سورة البقرة وتفجش فيها صباح الله عظيم العلاقات الاجتماعية الأسرية من زواج وطلاق وأمور الجهاد والسلم والحرب والعقائد والتشريع والحج ورمضان يعني لا تكاد تترك شيئا لم يريد فيها إما بالتفصيل وإما بالإجمال سيلا ما نفصل في الماء نفصل في النساء ولا في ألي عمران ولا في حاجة أخرى تمكين بالإجمال حقيقة سورة البقرة جامعة مانعة وكلها سورة ضخمة جدا اسميتها البقرة اسميتها البقرة قضية الإسماء الإسماء في القرآن ماشي سهلا ردوا لها البال بزا ليقرأ القرآن كتاب الله تعالى حفظا أو تلاوة وفي كل خير رد البال لإسمية دي الصورة ما تنقزها نرى السمية دي الصورة هي الساروت ديال ديك الصورة ولا دخلت للضرب لا ساروت تكسب قضيخ ما تحسش بالركم مكا من الضار باب الصورة إنما هو اسميتها واسمها واعتل بيوتها من بوابها لماذا؟ لأن الله سماها هذا واحد لأنه لن يجيبك بالك بأنه يعني هذا كل دون المصحف اللي هم الصحابة بأمر عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه على كل حل وعمل الجماعي كان في نهاية المطاف يعني هم اختاروا اختاروا لهذه الصورة ألا نسميه هذه البقرة وهذه نسميهها الفتيحة وهذه نسميهها آل عمران إلى آخر الصور لا أبدا وإنما اسماء الصور توقيف نزل من السماء رب العالمين كما أنزال الصورة أنزال اسميتها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي للصحابة صور القرآن ائتمارا ليس من رسوله يستجبل الأمر اللي جيو من عند رب العالمين بواسطة سيد نجبي يسمي الصورة ائتمارا وتوقيفا وتبليغا ما هو غير مبلغ في هذه القضية وكي يزيد من رسوله فيسمي الصورة بما سماه الله به إذا ثبت هذا وهو ثابت بالقطع واليقين تسميه دير الصورة إذن ما كتكون شيعة بث حين علم الآن علوم اللغة المعاصرة اسميته علم العانوين يعني باللغة العجمية خلينا نستفدو منه أيضا نحن أيضا علم العانوين وهذا تكلموا عليه المفسرون من قبل وإنما القصد منه أن عنوان الشيء علم عليه والعلم شامل لحقائق المسمى شمول جمعين ومنع يعني العلام هو الإسم الإسم الشخصي هو العالم كما تسمي فلان أحمدا والآخر سعيد وفاطمة وكذا فإذن ملكت نادي أحمد فهذا الإسم شامل لحقيقة المسمى بدانا وهيئة وخلوقا وكل شيء فالإسم إذن مهم جدا إذا بدأت بحجف الحقيقة سيعطيك أسرار الصورة كلها أسرار الصورة كلها وما دام أن الله جل وعلا هو الذي سمى تسمية كاملة ما فيها شيء غلط ولا الشكل وقد سمى صورة البقرة البقرة وحينما تقرأوا الصورة إذن وفهمنا بأن السر ذي الصورة كلها بالأشكال ذي لها والتشريعات والعقائد والقصص وسائر التجليات هو في البقرة في الإسم أمني نجا هذا الإسم جمع القصة ذي البقرة أين هي القصة هي ما قرأت عليكم قبل قريب وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبعوا بقرة قبل أن نتبين حقائق هذا الأمر ولعلنا نجعل فيه درسين إن شاء الله لأنه طويل نقول أن الحقيقة السر في هذه المسألة ذي القصة ذي البقرة أنها تفرق بين فئتين من الناس فئة استدركوا على الله جل وعلا شنو لا استدرك ولله لمثال على ولا مشحة في المثال من لك يقول لك وحد الرئيس ديالك أو من هو له سلطة عليك معنوية أو مادية دير هدي يأمرك بأمرين أن تفعل أبوك مثلا أو رئيسك أو مديرك أو مستعجرك أو مستخدمك إلى أخي يعطيك أمر لكن أنت هذا الأمر ما وكلش غلط أخدم وشكيلة وهذا الرئيس أو الأب إما ما خدمش لأنه غلط قولا أنت ما عيش بك أشقدر كتقوله ولكن تستدركوا عليه ولكن هذه وهذه إذن فأنت بين أمرين اثنين إلى ثالث لهم من يتقول ولكن إما أنك تبين خطأ هو ممكن في العلاقة البشرية ممكن يكون غلط وأمر كل غلط بناده ماذا وإما أنت ما عجبك شكرا وخاه صحيح ما عجبك شكرا تقوله ولكن ما عجب وكلهما خطير جدا إذا تعلق الأمر بالله جل وعلا رب العالمين يقول إيه فعل ولا تفعل تقول ولكن مشكلة أستدرك على الله من حياتك يسمي ولكن أدا تستدرك استدركوا على الله جل وعلا إذن إما أنك تخطئه وهذه العقيدة فلست هذا كفر وإما أنك تريد أن تعصيه وهذه مصيبة أيضا دي العصيان بني إسرائيل كانوا يستدركون على الله جل وعلا يستدركون على الله جل وعلا تمرد تمرد وهذه من أخطر الصفات دي الكفر والفزق والعصيان من أبشاع الصفات وأخطارها في النفس وفي المجتمع أن يستدرك على المشرع رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك في البقرة دائما يعني هذا السلوث مصرف مصرف صورة البقرة لاستدراك الاستدراك والرضا ضد دي العود فمن أهم أوجهه قصة البقرة ودما تذكروا لها كيف يستدركون موسى يقولهم إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة هم يرضوا يقولوا هتتخذونه زواء وشركت فلع لنا هتتخذونه زواء هننضبحوا بقرة ولم يزل استدراكهم على موسى وربه جل وعلا حتى إيقانوا بالخطر حتى حسب أن العقوبة غد يتنزل عاد بدأوا يهبطوا الخطاب ديالهم ويهبنوا وإنا إن شاء الله لمهتئدون ثم استدراكوا مرات عديدات كما قال جل وعلا وقالوا سمعنا وعاصينا هذه بسورة البقرة خلينا من أخرى ديالنا 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 ديال الأمة ولله الحمد وقالوا سمعنا وعطعنا غفرنا كربنا وإليك المصير هذه ديال الأمة الإسلامية هذا الرضا العكس ديالها فالقصة فيها التقابلات سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم سمعوا الكلام وعصر مع ذلك عصر وذلك السمع ديالهم كان سمعا وعقلا يعني عقيلوا الكلام فهموه وهو الذي قيل قبله أيضا في السياق دائما في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلاما يسمعونه ثم يحرفونه ومشي جهلا لا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعلمون بما يحرفون يعني وسائل إثبات ديالجريمة من كل حدب وصل سامعوا لأن هذو السبعين من هم من دوب مشوا مع سيدنا موسى سامعوا رب العزة يكلب موسى مشوا شهدوا مع سيدنا موسى وتصنطوا وسمعوا رب العالمين يكلموا موسى التي لم تحدث في أماتهم من الأمم قبلهم ولا بعدهم سامعوا ومن يسمعوا بغوا يفوتوا سيدنا موسى بغوا يدزوا قالوا له أرنا الله جهره لن نؤمن لك حتى نار الله جهره هو برسو ما شاب شغي سمع استدراكات من بني إسرائيل خطيرة تعلنوا التمرد على الخالق جل وعلا من أبشع الجرائم في الدين أن تستدرك على الذي خلقك في العقيدة أو في التشريع في العقيدة حقائق الإيمان أو في التشريع باش نعرفوا الخطار الخطار الشديد جدا الذي يواجه هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا بعد أحكام الله الثابتة القطعية سواف مدونة الأحوال الشخصية والأمور الزواج والطلاق أو في غير ذلك من الأمور استدراك على الله علاش مرض ينشع علاش رب العالمين يدير تشريع في أمور الموارث للذكري مثل حضل سيئين يقولك لواهك داو حقوق الإنسان والمرأة تستدركوا على الذي خلقك خطير جدا ولكن كل واحد المنطلق دي من ينطلق من الإيمان بالله واليوم الآخر شيء ومن ينطلق من مصادر تشريع العلمانية الكافرة لا شيء آخر مع الأسف قضية قضية إيمان أو عدم الإيمان لا أقل ولا أكثر وما شيء غير أعطيت مثال لأنه حي موجود في المجتمع كثير عند الناس يستدركون على الله جل وعلا وقد يحدثوا لعامة الناس تعطيه فتوى في أمور الربا أو في أمور الحلال والحرام يقولك ولكن استدركوا على الله جل وعلا والله جل وعلا قال في محكم كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آية 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 شعلا آية بمعنى علامة بلاكة تتهديك الطريق وتريك كيف تكون عبدا لله أو لا تكون بغي تكون عبد الله وجب أن تنصط إلى حكمنا وتلتجأ فيما يقع لك من أمر دينك ودنياك إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لا يكمل إيمانكم ولا يتحقق بالفعل إلا بالالتجاء إلى الله ورسوله في كل صغيرة أو كبيرة من أمور الشريع لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بنهم أمور دين الخصومات والخلافات والنوازن ولما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أي يحكموا القرآن وتحكموا السنة بقضاء الله وبأمره لا يجدون في أنفسهم حرجا حتى يحكموك فيما شجر بنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني كي يرضى ما شيء مع قد تقول له ها مقال الله عز وجل هذا وكي يبقى ما رضيش بها معجباش لا يجدوا في نفسه حرجا مما قضيت يا رسول الله مما قضيت ويسلموا تسليم يسلموا لله يسلموا لله تعبدا لله جل وعلا هذه الصفة كانت مفقودة في هد ولا تزال مفقودة فيهم إلى اليوم ولن تزال مفقودة فيهم إلى يوم القيامة مع دوم شما يجي يستدركون على الله جل وعلا في كل كبيرة وصغيرة وإنما مدح الله هذه الأمة بعدم الاستدراك ما كتستدركش على الله تعالى كتسمع نعم تطيع وقالوا سمعنا وأطنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهي بصورة البقرة خواتم البقرة شيء عجيب جدا وحينما نزل قوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أفزعة الصحابة جلسة بلأيخ لعات الصحابة لأنه تقرر بمقتضاها أن الله يحاسب الإنسان على ما يجول بخاطره قبل ما تتكلم به قبل ما تديره غير ضرف برك أو تتحسب صعيبة حد ما يقدر يخضع لها يعني بمعنى أنه أعماله إذا موزنت بهذا الميزان خاسرة قطعا لتحسب هذا المنطق هذا دير الله لن ينجو أبدا فجاء الصحابة يشتكون إلى رسول الله أنها فوق طاقته يعني أنه بندم كيبقى غادي وجيه فكرة خيبة في الراس من الخواطر التي يلقيها الشيطان وممكنش شي واحد ما تجيش الخواطر الشيطانية مستحيل كل شيء نس جيه الخواطر الشيطانية فرق بالمؤمن والفاسق أن الفاسق كجيك تعجبه يستحلها فيطورها إلى فكرة ثم إلى فعل وتنفيد والمؤمن الملكة جيك يقول عدو بالله بشطر رجيب أما أنها جيك بالصفلية وعلك فإذا حسبت على هذه الخطراء إذن خسارة مضمونة خسارة مضمونة فجاء الصحابة يشتكون إلى رسول الله فحينما سمع ذلك منهم عليه الصلاة والسلام فازع هو برسو عليه الصلاة والسلام تخلى عود قال لهم تستدركون على الله يك هادي آية تستدركون على الله بل قولوا سمعنا وأطعنا عندك تكونوا بحلبانوا إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعاصينا سمعتم كلام الله فأطيعوا وفعلا قلسوا بين يدي رسول الله وقالوا سمعنا وأطعنا استغفروا الله على ذلك الشيء اللي قالوا غفرانك أربنا وإليك المصير فنزل ما جاء بعد من القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا يحكيها عليهم القرآن يحكي ما حدث وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك أربنا وإليك المصير أجل فرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعاء فلن يحاسب الإنسان إلا على ما فعل مشي على مفكر لها ما كسبت اللي درتو والكسبو فعلون مشي خاطرة تفكير لا فعل تديروا لها ما كسبت من الخير ديالك وعليها ما كسبت من الشر تحسب عليك فجأت خواتيم صورة تدل على كمال طاعة المؤمنين لربه ولذلك من أحب الآيات إلى رسول الله خواتيم صورة البقرة كلها جمال وكمال ولذلك كانت من الأذكار الأوراد لك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بشي قرها بالليل وبالنهر وقد ثبت في أحاديث كثير هذا الأمر منها أحاديث عجيب نادل جدا وهو صحيح الإسنادي يروى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إلى جانب جبريل واحد المرة كان قال اسم أه سيدنا جبريل فسامع جبريل صوتا من السماء فقال جبريل هذا باب فتح في السماء لم يفتح قط قبل هذه الساعة ثم نزل منه ملك مش سيدنا جبريل سيدنا جبريل هو قال اسم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل وهذا ملك نزل الآن لم ينزل قط قبل هذه الساعة مع ممره منزل على شيء نبي وعلى شيء رسول من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فجاء هذا الملك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أبشر إن الله يبشرك فأعطاه صورة الفاتحة وخواتيم صورة البقاء وورد أيضا في أحاديث أخرى صحيحة أن الله جل وعلا كتب كتابا من قضائه وقدره قال قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة والعدد والحساب المعتمد في القرآن في أمور الخلق والتكوين ما شو الحساب لينا وهو حساب الآخرة كألف سنة مما تعد قبل ألفي سنة بهذا الحساب قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الكتاب الذي كتبه الله جل وعلا قبل ألفي سنة من خلق السماوات والأرض أنزل منهم آيتين جعلهما في خواتيم صورة البقرة خواتيم صورة البقرة صورة البقرة ماذا حال تقيل والقرآن كله تقيل ولكن من أثقال صوره سورة البقرة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة تقيل بالمعاني المعاني الكونية الغيبية الربانية الممتدة من الأزل إلى الأبد الأزل هو الزمن اللي ما عندوش البديد ياله لا يعرف له ابتداء من الأزل والأبد هو الزمن اللي ما عندوش النهاية ياله وكذلك حقائق القرآن العظيم من الأزل إلى الأبد والقرآن ناطق بآيات الكون والخلق والتقدير من فعل رب العالمين جل وآله شيء آجيب جدا حقيقة فلذلك إذن كانت أواخر وخواتيم صورة البقرة فيها هذه المعنى ديال الرضا بالله ربا وقالوا سمعنا وأطعنا فصورة البقرة هذه اسمية مفتاح كي يفتح لها الجهة ويفتح الجهة المعاكسة فإن فتح إلى جهة بني إسرائيل ترى رفض السمع ورفض الطاعة بالاستدراك على الله في العقائد وفي تشريه وإن فتح إلى جهة أمة الإسلام ترى السمع والطاعة وكمال الخضوع والخنوع لله الواحد القهار أي الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا المتبادل فسمى الله الصورة بأكملها البقرة وإنما البقرة تسمون رمزي لقصة الطاعة والسمع أو الاستدراك إما هدي ما هدي فامتحن الله بني إسرائيل بقضية البقرة مش بش بعت لهم هذا كلمات ويقول لهم هل يقتل ليس هذا هو القصد الأصيل من القصة ولا من الحادثة وإنما هو بتعبير علماء أصول الفقه قصد تابع يعني باش رب العالمين قال لهم دبحوا بقرة باش تعرفوا هذا كل يقتل لأنه مختصر القصة للذي لا يعرفها أنه ليهود بنتهم واحد الأسرة بقى فيها واحد لهدي مع عمه ولم يكن لعمه هذا وريف مع دهوة عم يعني ما عنده لا فروع ولا أصول ما عنده ولاد ما عنده زوجة ما عنده التوحي عنده ولد عمون اللي باقيله وغادي يورته إيهودك ولد عمون تعطل عليه ما بغاش يموت خلاص وواحد النهار نزل عليه ضربه قتله باش يورته هزوا وداه لأن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة ولد سيدنا يعقوم 12 وكانوا مدبزين بنتهم اداهلوا واحد قبيلة من اللي امتعادين معاها حطوا لهم في باب الضرب جوف الليل وصبح صبح كايبكي على عمه قتلوا لي ياعمي فجاء يتهم القبيلة الأخرى وكادوا يقتتلون صلوصة في غديش يفضل الحرب بنتهم فقال لهم بعض حكمائي هل تقتتلون وبينكم نبي الله موسى أو سوء رب العالمين يقول له هل يقتل لكن الله جل وعلا ما أعطاهم المعلومة هكذا يجيوا له وقلهم هل يقتل علاش لأن هذا ليس من وظائف الأنبياء سير بحث على يقتل دير تحري ديرك وبحث هذا الشغل دير القضاء فليس بالضرورة أن ينزل مثل هذا من السماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب حينما يأتيه أحد يسأله مثل هذا السؤال طيب أوى ما كنبي عليه الصلاة والسلام أعود تقسر وحد كندرون جبدوا القاتل خصنا الخدمة خصنا البحث خص وسائل الإثبات إذن أرب العالمين أعطانا تشريع وأعطانا في تشريع مناهج لترتيب العلاقات القضاء الدولة المؤسسات الجهاد خدموا وبهذا يتبين الحق إن كانت النزاة والصدق والنية فعلا أحد الاخترج وأحد الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين ناقاتي هو أجلل ناقاتي في الخلاف الصحراء ودخل للجمك يقول له أين ناقاتي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وصعد المنبر وجعل يقول سلوني 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 وأوريا من الخير والشر ذلك اليوم ما المياراه قطوا عليه الصلاة والسلام صحابا اللي هم فقهاء الصحابة فهموا بأن ذلك سلوني تهديد ووعيد خافوا قلسوا وتكمشوا احد المهضرة فناطق أحد المنافقين وقال أين ما قام يا رسول الله زعمى يوم القيام في الغنكون أين أكون قال له في النار رأى عليه الصلاة والسلام ما قامه تلك اللحظة شاف المخيال يلو في جهنم كيفاش رب العالمين في المستقبل بعد أن يميته ويبعثه ويحاسبه كيف سيكون مآله إلى النار والعياذ به قال له ما قامك في النار وقام عبد الله بن حذافة وكان من صلحاء الصحابة وقال له من أبي يا رسول الله كان هذا عنده عقدة اجتماعية كان من لي كان صغير يدبز مع الدراري يعيره يعيره بأمه فنبتت في نفسه عقدة يشكو في أمه لأنه الجاهلية كان عندهم الزيناء شيء متعارف عليه أبقى في ذلك العقدة وخسلم وآمن من بعد أبقي مؤشوش فقال له أبوك حذافة عدرته وهو عبد الله بن حذافة شاهدوا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من هذه الأسئلة شكو اللي يقتل فلان أين ناقتي أين ثوبي تجلي تسرق البالي وإنما النبي عليه الصلاة مبلغ عن الله أصول تشريع قواعد تشريع كيفش نرتب حياتي إجوبك كيف أعبد الله إجوبك السؤال عن كيف أصنع كيف كيف هذا كيجوبك أما أين أين قلب عليه أنت ولذلك حينما ينحرف العلم ويبدأوا في البحث بأين كيدخل في السحر وهو شرك كبير هذه الأخذ مدير السحر أين أين من صروقات كذا من فعل من فعل أو كيدخل في الخرافة والخرافة بنت عم السحر والمسلمون في التاريخ من الذين حارفوا عن سؤال كيف إلى سؤال أين نحطوا مع الأسف مع الأسف أوروبا خدمت بسؤال كيف ونجحة في الدنيا لو اشتغلنا بكيف في الدين والدنيا ما سبقنا أحد من العالم ولذلك كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي بحل لك تقول كيف أصلي هكي الدير كيف أحج خذوا عني مناسككم وأيضا تسول في ضواهر الطبيعة كيف يقع لماذا يقع هل يأس إلى فعلا تنتج العلم أما أين أبي أين كذا أين هذا لا ينتج إلا الضلالة ولذلك ابتل الله بني إسرائيل بقصة البقرة ابتلاء عسير لأنه واحد السؤال مخصوح سوله وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم حتشوفوا لي سكت على الحاجة ما تسولونيش دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم لأن الأسئلة الخوية ما هي الأسئلة العمر أما الأسئلة العمر سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كتكون ديك الأسئلة عبادة لأنك تسول سؤال العمر ومن هنا إذن جاءت هذه القصة ديالبقرة فيها بزف ديالعبار والعيذات من هنا من هنا يعني من المقرطة كتلقى فيها الخيرات ثقيلة 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 بالعلم وبالحكمة ثقيلة بالعلم وبالحكمة وأدرك موسى من سؤال بني إسرائيل أنهم يستدركون على الله قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون ثم لا مبغيش تطبقوا ففعلوا ما تمرون فهم أنهم يستدركون على الخالق الحقي جل وعلا تتميم ذلك لأنه طويض جدا إن شاء الله رحمه يكون في حلقات إن شاء الله مقبلة بحول الله جل وعلا وإنما نأخذ الآن حكمة أي أن قصة البقرة وتسمية البقرة من يتلقى وتقرأ سورة البقرة ما تخيل شيء بقرة بقرونها هذا فهمون مصطح وإنما لما تقرأ سورة البقرة أو تذكرك بها شيء واحد أو تبدأ تقرأ الأوائل ديالها أو آية الكرسي أو الخواتم ديالها يعيش لحظات مع العبودية المطلقة لله أي السمع والطاعة والخضوع وتذكر كيف أن استدرى كاتب لإسرائيل آلت بهم إلى الجحيم الضلال في الدنيا والآخرة حينما استدركوا على الحقيق جل وعلا كأنك في تفسير تسمية سورة البقرة بحالة قلت سورة الاستدراك والطاعة سورة الاستدراك على الله والإفتئات عليه والتعقيب عليه جل وعلا سبحانه وتعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وأيضا طاعة لله والمقابل والخضوع وكتكون تعبد لأن العبد ما يسول شيء سيده علاش لأنه قلت الأدب ولذلك تأدب أصحاب رسول الله مع رسول الله ومع رب العالمين وقالوا سمعنا وأطعنا إن شاء الله يجي بحول الله عز وجل تفصيل هذا فيما يأتي بعده إن شاء الله رحمة 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 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته